بين مخلفات النباتات وجدوا ضلتهم فلن تبقى هذه الأوراق أرضاً ولن نتخلص منها حرقاً وإنما سنأخذ من شكلها فناً هذا هو مشروع من الأرض إلى الجدار في هذا المكان بدأت أولى خطوات المشروع الذي تبنى العشرات من سكان المنطقة لتعلم كيفية تدوير الورق وفتح آفاقهم نحو أفكار وآفاق جديدة لعالم الفن هذا المشروع ارتأينا في الجمعية أن نبحث عن شيء هو مهمل وغائب عن الناس في المنطقة في الأغوار الشمالية دائماً الأعشاب لاحظت أنها تحرق بقايا الأوراق النباتات بقايا وفراق الأشجار تحرق فأنا كوني فنان عندي خبرة بهذا المجال فخرجت مني فكرة أن نصنع من هذه الأعشاب التي تداس بالأقدام عمل فني يستفاد منه بالمنطقة وخاصة أنه الآن في مشكلة البطالة في الأردن والعالم العربي إجمالاً خطوات تدوير مخلفات النباتات تبدأ بنقعه داخل وعاء وإعادة تشكيله ومن ثم تشفيفه مراحل جعلت للأوراق فائدة في حماية الطبيعة وتشكيلها بطريقة جمالية وابتكارية استفدنا من المشروع بكثير أشياء من هذه الأشياء التي استفدنا منها نحافظ على البيئة بيئة نظيفة هذه الأوراق ببذل ما بنحطها بنكبها وتلوث على البيئة بنستفيد منها بنصنع منها أوراق جديدة فبتزين لنا مناظر في البيت الطبيعة مصدر الإلهام لمن خاض في تفاصيلها رسالة أكد عليها المشروع بإنقاذ الورق من المنفى ومنحه رحلة عطاء جديدة التفكير خارج الصندوق هو ما تسعى إليه مبادرة من الأرض إلى الجدار فبهذه اللوحات أصبح للفن مسار جديد يحافظ على البيئة من جهة ويدعم المجتمع المحلي من جهة أخرى من الأغوار الشمالية شمال العاصمة عمان آية السيد هنا القاهرة عاصمة الخبر